بدأنا نعيد النظر في كل المكونات البوابة الإلكترونية الكول سينتر يعني يكفي ما أقول لحركة يعني أن الأعداد ضعفت يعني بشكل كبير جدا وكان من توجهات سيادته قال أنا مش هاوز مواطن يتصل بالحكومة ويلاقي خط مشغول أو ما يقدرش يوصل شكواه أو طلبه وأكيد هيتحط على هولد بس هي قدة الهولد قد إيه ده اللي احنا اشتغلنا عليه حضرتها وحاولنا قدر الإمكان يعني احنا برضو فيه كل حاجة محركة من فيه تكلفة والعاقب علشان نحقق ده وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه إصراف فراجعنا المختصين وعملنا ده مع يعني بالتنسيق برضو مع وزارة الاتصالات ومع المصرية الاتصالات كشركة وطنية ومع شركة من خلال المصرية الاتصالات علشان نشوف الساعة المناسبة اللي اتحقق ويبقاش يعني ما ما اشتغلش على الاكستريمز او الاطراف وفي نفس الوقت ما يبقاش في الاوقات الطبيعية زي ما حرك قلت ويمتظر المواطن كتير لان احنا برضو كان من خلال البدايات كنا يعني حللنا وعرفنا ان المواطن بيحب يتعامل من خلال التليفون اكتر من خلال الويب سايت او من خلال الوسائل الاخرى اللي احنا بدأنا اتوسع فيها يبقاش بالتواصل المباشر بالزبط كده لسه احنا ما خدناش على جو التكنولوجيا المتطورة يعني يقولك انا عاوز اكلم حد واحكي له ويرد علي رسائل بتيجي ببقى يعني مش وثق قوي اللي حركة ذكرته محق فيه وده جانب وممكن كمان البعض بيبقى مش قادر لسبب او لاخر يتعامل بنفسه يسجل شكوى او يفتح الويب سايت فكنا شغالين على هذا المضوع بالتوازي بقى مع اجراءات التفعيل الاخرى وكانت دايما المنظومة والتفاعل مع المنظومة على اجندة مجلس الوزراء ومجلس المحافظين ويمكن حضراتكم في الاعلام برضو شركاء لنا في رفع الوعي للمواطنين والجمهور والرأي العام من خلال البيانات اللي كانت بتصدر عن المجلس والتوجيهات المستمرة والتعليمات اللي يعني ازا جاز لنا ان احنا نقول كانت مشددة من دولة رئيس مجلس الوزراء بل بالاهتمام بشكاوى المواطنين مش بس على فكرة حضرتك اللي بنتلقاها لا كمان اللي بيتم رصدها وبتبقى متدولة من خلال السوشيال ميديا من خلال برامج التلفزيونية المختلفة من خلال مختلف وسائل اعلام سواء صحف او خلافه طالما انها مشكلة بتؤرق المواطن وتدخل في نطاق اقتصاص الحكومة او يقدر اي مسؤول على اي مستوى في الحكومة يتعامل معها فعلى طول بنبدأ التعامل معها ترجمة نانسي قنقر